بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة هذه هي الحلقة الثانية في سلسلة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قلنا إننا ندافع عن هذا النبي من خلال إظهار تعاليمه عليه الصلاة والسلام وهو ليس بحاجة لأحد أن يدافع عنه لأن الله دافع عنه إن الله يدافع عن الذين آمنوا وقال له الله عز وجل إنا كفيناك المستهزئين فالله عز وجل هو الذي يتصرف كيف يتصرف رب العالمين كيف يعمل مع هؤلاء انظروا أيها الأحبة عندما أنت تحاول تشويه صورة إنسان هذه لعبة غبية وواضحة بالنسبة لعامة الناس اليوم الإنسان ليس غبيا كما في السابق وسائل التكنولوجيا الرقمية متوفرة الآن وتستطيع الحصول على أي معلومة بدقة لذلك أنا واثق أن هذا الاستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام والمجاهرة بذلك سيكون سببا مهما في أن يطلع كثير من الناس الذين لا يعلمون شيئا عن الإسلام أن يطلعوا على حقيقة الإسلام الرائعة وكثير منهم سوف يقتنعون لماذا؟ لسبب بسيط أيها الأحبة لأن هذا الدين يتفق مع الفطرة يتفق مع يعني ما يريده الإنسان لأن الله الذي أنزل هذا الدين هو الذي خلق الإنسان وبالتالي يعني لا تظنوا أن الله ضعيف أو أن النبي ضعيف صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئين أيها الأحبة إن أسلوبنا في التعبير سيكون أشد وأبقى من أسلوبهم الذي هو مجرد رسوم رسوم تعبر عن أوهام لا تقنع حتى الإنسان الغبل لا تقنع حتى الآن أنا لو جلست وأردت أن أشوه صورة إنسان ورسمت له مليون صورة صدقوني لن يقتنع أحد بهذا الأسلوب المفلس هذه الرسوم تعبر عن أوهام لا وجود لها إلا في خيال مؤلفها طبعا أيها الأحبة سوف نخاطب هؤلاء بلغة العلم التي فشلوا في استخدامها لخطاب المسلمين سوف نخبر هؤلاء بحقيقة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طبعا لن نتحدث عن أخلاقه عن شمائله عن صفاته عن العفو الذي قدمه قدم أمثلة رائعة في العفو عمن أساء له يوم فتح مكة اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى عمن استهزأ به فهذه الصورة معروفة جيدا من قبل هؤلاء ولكن نحن نريد أن نخاطبهم بشكل علمي وبشكل يعني نعرض حقائق مادية ملموسة قدمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم أو قالها قبل أربعة عشر قرنة من خلال كلامه عليه الصلاة والسلام ومن خلال آيات القرآن القرآن أنزل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يفتخرون اليوم في الغرب بالعلم والعدل إنهم دول متطورة تقنيا ديمقراطية تؤمن بالعدل والحقوق حقوق الإنسان نقول لهم إن القرآن الذي تستهزئون به وتستهزئون بمن أنزل عليه القرآن هذا الكتاب هو أول كتاب يدعو للعلم في أول كلمة كما نعلم أن العلم والعدل هما مقياس استمرار ونجاح أي حضارة القرآن العظيم دعا للعلم في أول كلمة أنزلت من القرآن ودعا للعدل في آخر كلمة أنزلت من القرآن شيء غريب والله أيها الأحبة أول كلمة نزلت من كتاب الله ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق كلمة اقرأ هي العلم آخر كلمة نزلت لا يظلمون العدل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بدأ بإقرأ العلم وانتهى لا يظلمون العدل إذن أيها الأحبة هذا دليل على أن الإسلام هو دين العلم والعدل إذن ما تفاخرون به اليوم في الغرب سبقكم إليه هذا النبي الذي تستهزئون به ولكن يعني نرجو منكم أن تقرأوا قول الله تبارك وتعالى أنتم تدعون أنكم اكتشفتم أسباب العلم والحقائق العلمية وأسرار خلق الأرض وخلق الكون إلى غير ذلك القرآن هو أول كتاب دعا البشر للنظر والتأمل لمعرفة أسرار الخلق قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير هذا دليل على اهتمام القرآن بالنظر والتأمل والبحث الله سبحانه وتعالى يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون حبيبنا عليه الصلاة والسلام وضع أساسا علميا لعلم الفلك والظواهر الكونية مثال على ذلك أيها الأحبة عندما حدثت ظاهرة كسوف الشمس وهي ظاهرة طبيعية أسرع الناس وقالوا خسفة الشمس لموت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لأنه تصادف موت إبراهيم مع خسف الشمس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم علمهم كيف يفكروا بالمنطق العلمي كيف يستخدموا عقولهم للتفكير العلمي قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات لا ظواهر طبيعية آيتان من آيات لا لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته طيب يا أخي والله كلام رائع لماذا تستهزئون بهذا النبي علمكم العلم والعدل ووضع أساسا للتأمل في الكون وأساسا للظواهر الطبيعية هذا الكلام صدر من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم في زمن أنتم في أوروبا كنتم تعتقدون أن الشمس إذا كسفت تكسف نتيجة خسارة معركة أو ولادة زعيم أو موت زعيم أو خزعبلات أخرى أنتم تعتقدون أن هذا الكسوف هو مثلا يعني موت حاكم أو إلى آخرين النبي قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة يعني لا تنظروا إلى الشمس أثناء الكسوف لأن فيها أشعة فوق بنفسجية حارقة يمكن أن تحدث عما مؤقت ابتعدوا عن النظر وافزعوا اذهبوا إلى الصلاة والله أيها الأحبة إن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يستحق مننا كل احترام وتقدير وأن نظهر أحاديثه الشريفة التي جاء بها والتي علم بها البشرية لنعطي صورة لغير المسلمين أن هذا النبي الرحيم متسامح مع من يسيء إليه يعلم من يستهزئ به نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته